السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج اقرأ الحلقات اللي فاتت وصلنا لحرف الحاء ألف با تا ثا جيم حاء النهاردة هناخد حرف الخاء السازن خرجنا الفاضل نطلع الصبورة يلا يا سيد محمد لونج جميل كده آه إن شاء الله مشاهدينا الكرام معلش اللي السيد محمد بس بقولينا أن تحرفني اللونج بتقوله ها إن شاء الله هبايب يا حلوين يا مقطعطين والكنترول النهاردة ما شافش أي أطعطة خالص النهاردة هناخد حرف إيه؟ اسمه حرف إيه؟ الخاء اسمه حرف إيه؟ خاء اسمه حرف إيه حضرات؟ خاء طبعا كل مرة الناس أقولها لابد من السطر عشان نمشي على السطر لابد إيه؟ من السطر احنا خدنا حرف الجيم ها دي حرف الجيم عشان ناس مش واخدة بالها ممكن تنسى ها دي الجيم زي ما قلت الجيم واخدة كده بوكس في بطنها عشان كان كده فيه نقطة هنا ها ماشي الحاء من غير نقطة خالص النهاردة هناخد حرف الخاء دي بقى أخدت لها خبطة كده في رصة كده حبيبها حلوين بقيت إيه؟ مسكة بتقول إيه؟ آيه راسي يبقى فيه فرقة هو دي مهم الحاء مفيش حاجة خالص الخاء فيه نقطة من فوق اسمه إيه؟ خاء أول حد يقولي خاء مش متدلعة دي غليظة تخينة كعلاصة كده اسمها خاء خالد مثلا أو الخالد اسمها خالد تمام؟ طيب عاوزين نتعرف على شكل حرف الخاء حرف الخاء يا حضرات هو هو حرف الحاء هو هو حرف الجيم تعال نشوفه كده يلا في أول الكلمة يلا كده بنا يا حضرات كده نشوف آدي حرف الخاء آدي الخاء منفردة قبل ما نشرح تقول لي وطلع كراسة شكل الحرف هنكتب على اليمين خاء منفردة يلا هبايبها حلوين آدي الخاء هي هي حرف حرف الحاء بس دي على نقطة هي هي حرف الجيم بس ايه الجيم نقطة من تحت الصفحة عليمين هنكتب خاء منفردة زي ما تشايفين تمام كده عليمين بقى هنا عالشمال يا حضرات هنشوف حرف الخاء في أول الكلمة تعالوا نشوفه بصوا اهو احنا قولنا ايه حد يفتكر كده قولنا اللي هو الحاجب اهو ونعمل شرطة كده ونجي داخلين كده قد الخاء اهو تاني كده اهو تمام كده علشان ايه الناس تاخد بالها كويس ماشي اهو قد الخاء اهو تمام ده في أول ايه في أول الكلمة يبقى الخاء في أول الكلمة مسكة في الحرف اللي وراها مسكة في الحرف اللي ايه اللي وراها الخاء مش رفاصة طب الخاء يا أستاذ في وسط الكلمة آهو يا حضرات آهو آدي الخاء فيين في وسط الكلمة طب الخاء في آخر الكلمة آهو يا حضرات طب الخاء في آخر الكلمة لو سبقها حرف من حروف الرفاصة تعال نشوفها كده آدي ممفاردة هي تمام كده طب يا أستاذ عايزين أمثلة عايزين إيه عايزين أمثلة على الخاء مثلا في أول الكلمة زي إيه كده حضرات يلا حد يقول لي كده حد يقول لي لا النهاردة الكنترول نايم يا حضرات كل صحصة خليل برافو عليك وخلود وخالد ماشي آدي آدي الخاء في أول كلمة هي ماشي آه مسكة في اللي وراها على طول خارجاء أهو خارجاء تمام كده الخاء في أول كلمة رسمتها كده مسكة في اللي وراها على طول تمام كده ده بالخاء في وسط الكلمة حد يقول لي كده كلمة كده في وسطها حرف الخاء يلا كده يا حضراتي يلا يا حبيبي يا حلون يا مقطقطين كده ها ها آدي الفاء هي ماشي حد يقول برافو عليك أيوة كده فخر الله ينور عليك أستاذ محمد النهاردة مبدع النهاردة برافو عليك يا حمد فخر تمام آدي الخاء في وسط الكلمة هي ما سكت في اللي قدامها واللي وراها تمام الخاء في آخر الكلمة يا أستاذ حد يقول لي كده ما فيش حد فرخه يا ركب فرخه دي ماشي وبطيخه آه شوف الخاء في آخر الكلمة هي ومطبخ وطبيخ آه بطيخه تمام آدي الخاء في آخر الكلمة هي ما سكت في اللي قدامها هي تب لو الخاء سبقها حرف رفاص نسمها ازاي حضرات هم؟ تعالوا نشوف كده زي ايه؟ يلا حد يقول لي كده هم؟ آه الحروف الرفاص برافو عليك يا حمد آدي الألف ودي الدال ودي الذال ودي الرأ ودي الزاي هم؟ اتاني والواو يلا يا حضرات آلف دال ذال رأ زاي واو دي الحروف الرفاصة ليه بقى علشان ما بتمسكش في اللي وراها لا تتصل بما بعدها ماشي يا حمد محمد آه عزة مزاكر كويس جدا تب قول لي يا حمد بقى عايزين حرف الخاء كده في آخر الكلمة منفردا يلا لو سبق ماشي لو سبقها صاروخ برافو عليك برافو عليك والله شطور أيوة كده صاروخ ويقصد الصاروخ الصاروخ يعني تمام سبقها حرف الواو حرف رفاصة هو رفاص الخاء صاروخ تمام كده تمام يبقى كده تعرفنا على الخاء منفردة تعرفنا على حرف الخاء في أول الكلمة زي خارجا تعرفنا على حرف الخاء تعرفنا على حرف الخاء في وسط الكلمة زي وتعرفنا على حرف الخاء في آخر الكلمة لو ما سبقهش حرف رفاص زي بطيخ ادلياء ماسك في الخاء هي ماسك في اللاغ قدامها ولخاء لو سبقها حرف من حروف الرفاصة اللي هي الألف أو الدال أو الدال أو الرأ أو الزاء أو الواو صار وخو تمام كده؟ كده يا حبيبية حلوين اكتبوا اللي قدامك accelerate وكراسة شكل الحرف على يمين تكتبوا دي وتنزلوا بيها ماشي؟ وده في الصفحة الشمال وتنزلوا بيها تمام كده؟ يلا نقفل كراسة شكل الحرف ونبدأ في كراسة ايه؟ صوت الحرف يلا يا حبيبي يا حلوين يا مقطاطين كده يلا بينا تمام تمام يا حمادة برابو عليك يا محمد عزة محمد عزة النهاردة منبدع النهاردة ماشي تمام يلا حرف الخاء يا حبيبي اسمه ايه فكروني كده اسمه ايه خاء اسمه ايه الله ينور عليك حرف الخاء من الحروف المفخمة يا استاذ ما ينفعش اقول خاء خاء كده يبقى متدلعها خاء لأ كده انت بتدلعها بت ايه بتدلعها يبقى لابد بوز وانا بقولها شوفه خاء ببوزة خاء تحس ان انت كده ايه محمد عزة انت بيحب الاكل شوية كايني سندوتش بس كبير شوية كده وخاء مش عارف يتكلم منه يبقى ايه مجعلة استخين خاء حرف غليز حرف مفخم اسمه خاء خالد ما ينفعش اقول خالد ده انت بتدلعه ده يا استاذ ده مفخمة ما ينفعش يتدلع تعالى نشوفه كده طيب عاوزيني تعرف معانا مكلمة السلام عليكم استاذ حسن تم ممكن وعليكم استاذ الله وبركاته ممكن بس يا استاذة وليبي عاوزيني تتركه بس في اللي يقوله كلمات فهو حرف الخاء حرف الخاء تمام تمام طيب مين بقى مع الأولاد ابراهيم وحسن عندهم كم سنة ابراهيم ابراهيم عنده 8 سنين وحسن 6 تمام تمام هكتب له كلمة او فيها حرف الخاء وينطأه ولا هو عينطأ كلمات فيها حرف الخاء طيب ممكن ممكن نوطل التلفزيون شوية تسمعين من التلفزيون أفضل يعني خلاص مين سيبي الله مين هيقول هو ادهولي كده أنا شوفه يقول كلمة فيها حرف الخاء ايه 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 انا عاوزك تقول لي انت كلمة فيها حرف الخاء خمار خمار اه برافو تعالا بوس استهجهلي واحدة واحدة كده خي لا لا حضرتك ما تقوليش هو خاء كسرة خي الله ينور عليك مين بعدها ما تدب الالف يلا بص هنا يلا حبيبي بص لا خاء كسرة خي المين بعدها ما تدب الالف يقول لي ايه يلا اطلع لا المين بعدها ما تدب الالف خي ماء يبقى لي اثنين مع بعض ايه خي ماء هه ورا ضمه را ضمه حبيبي خي ماء ورا ضمه را ضمه رو را ضمه رو يلا عاوزك تبص تضم بقى كده حبيبي ها خي رو لا 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 بص خاء كسرة خي مين بعدها ما تدب الالف خي ماء را ضمه رو را ضمه رو يلا يلا قل معايا كده يلا قل وراي ها خاء كسرة خي مين بعدها ما تدب الالف ماء ها ماء ايوا حبيبي كده را ضمه رو را ضمه رو يبقى كلها على بعضها ايه ها خي ماء رو ماشي حبيبي شكرا حبيبي شكرا حبيبي مع السلامة طيب علشان استاذي بس مخرجنا الكريم نخلص حرف الخاء وهنفتح المكالمات في اخر الحلقة ممكن عشان بس حرف الخاء يخلص ماشي حبيبي يلا كده حركات حرف الخاء القصيرة الاول كده يلا ها يلا حبيبي حلوية مقططين خاء فتحة ها يلا خاء فتحة خاء ما ينفعش خاء اسمها خاء خاء كسرة الله ينور عليك يا حبيب والديك خاء ضم تمام برافو عليك يا حبيب والديك خاء فتحة خاء خاء كسرة خي خاء ضم خو دي اسمها حركات قصيرة الفتحة والكسرة والضم اسمها حركات قصيرة اسمها حركات ايه قصيرة ليه قصيرة يا استاذ عشان ما بتوّلش صوت في حركة الحرف فتحة خاء فتحة خاء خاء كسرة خي خاء ضم خو عايزين مثال كده يا حباب يا حلون يا مقططين كده يلا على الخاء المفتوحة كده يلا برافو عليك برافو عليك يا حبيب والديك أيوة كده ماشي خارجاء تمام قد الخاء هي أستاذ عليها إيه الخاء عليها فتحة نقولها إيه خاء رجو لا اسمها خارجاء ما ينفعش أقول خاء عشان مش إيه ما هيش طويلة خارجاء خاء فتحة خاء راء فتحة راء جيم فتحة جاء يبقى خاء راء جاء دي اسمها حركة قصيرة قصيرة ليه يا أستاذ عشان ما بطولش صوتي وأنا بقول الحرف خارجاء مش خارج شوف بقى الفرق بينها وبين دي تعال شوفوا كده يلا كده شوف دي قصيرة دي طويلة بصوا كده في فرق شاسح حبيب يا حلوين دي خارجاء خاء فتحة خاء راء فتحة راء خاء راء جيم فتحة جاء خاء راء جاء أما دي حبيب يا حلوين خاء بعدها مد بالألف خاء لابد أبين أبين وأنا بعلم الطفل أولاق المورة حبيب يا حلوين وأنا بعلم الطفل لابد أميز خليه ميز بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة تمام كده دي حركة قصيرة خرجاء فتحة خاء فتحة خاء خاء فتحة خاء خاء فتحة خاء تبقى الخاء كسرة خي عاوزين مثال عليها كده يا حبيب يا حلوين يلا يا برافو عليك والله انت انبدع النهاردة يا محمد خاء كسرة خي خاء كسرة خي خي يا برافو عليك يا حبيب والديك أيوة كده عاوزك تغش أدي الخاء الكسرة هي خاء المكسرة يا حبيب برضو اسمها خي خي اسمها ايه خي خي تمام خي ياء رو خي ياء رو وفي كلمة تانية عشان تبقى سهلة عليكم أكتر كمان أدي الباء هي باء فتحة عايزين الخاء كسرة أهي باء خلاء عم عزب بقول بخيل وتقول لأ ادي حركة ايه حركة طويلة باء فتحة باء خاء كسرة خي لا لم فتحة لا بخيلاء 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 تمام كده باء فتحة باء خاء كسرة خي لام فتحة لا بخي لا تمام كده تب الخاء يا أستاذ المضمومة يا أستاذ حد يقول لي كده الخاء المضمومة حد يقول لي مثال كده على الخاء المضمومة يلا حبيبي يا حلوين لا الله ينور عليك يا عم عزب خاء ضم خو عم عزب لا طويلة خوك يا محمد يا عزة دي حركة طويلة مش قصيرة عم عزب قالها صح خاء ضم خو لم بعدها مد بالواو خلو دل ضم دو شوفوا حركة قصيرة هي لابعدها ألف ولا بعدها واو ولا بعدها ياء خلو دو خلو دو تمام كده خاء ضم خو لم وعدها ود بالواو ألف بعدها مد بالواو خلو دل ضم دو في مثال تاني محمد عزب هاستيقولوه أنا عارف كده هاستيقول حاجة قول مش عارز يقول خلاص مافيش مشكلة تمام كده في ايه تاني يا حبابي أدلة خاء فتحة خاء كسرة خيل ضمة خو تمام كده حمدي حمدي ده بليد حمدي ان شاء الله يعني حصة واثنين لا لا يعني ما ينفعش اقول له عليه بليد هو بس يعني يركز شوية وان شاء الله حيبه تمام باتحك معك حمود ماشي عشان انا ما حبش الطاقة السلبية دي تمام كده وقدي الخاء ايه تاني يا ولد اهي خروج اهي عام عزة برضو لأله والله ايه رأيكم بقى تمام كده يبقى تعلمنا هنا الحركة القصيرة خاء فتحة خاء زي خاء را جا خاء كسرة خي دايما ما تحفظوش الكلمة بالشكل اعمل هتقولي ازاي مثلا خارجة انت حفظهش بالشكل كده خارجة لا ما ينفعش تقول خاء فتحة خاء را فتحة را يبقى خاء را جين فتحة جا خارجة تمام كده مسلا با خيلة مسلا ما تقولش با خيلة وخلص عشان تحفظ شكلها لا 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 تقول با فتحة با خاء كسرة خي با خي لم فتحة لا با خي لا تمام كده وخاء الضمة خاء ضمة زي خلوت نقول خاء ضمة خو لأن بعدها ما الدبلوان خلو ده الضم دو وخرجوا كذلك تمام كده كده تعرفنا على الحركة الحركات القصيرة للفتحة والكسرة والضم فبيع أستاذ عاوزين نشوف الحركة الحركة الإيه الحركة الإيه ما تنطى يا محمد يا عزة لا 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 اسمها حركة الطويلة يا عزة اسمها حركة إيه حركة الطويلة برافو عليك يا حمود أيوة الحركة تمام الله نور عليك أنت عسول هتاخد جايزة إن شاء الله فخر الحلقة إن شاء الله تمام كده يلا حبايبها حلوين دايما دايما نركز في موضوع السطر ده حبايبها حلوين طيب احنا قلنا إيه سريعا كده ليستوضنها دلوقت وهو لا خاء فتحة وخدنا خاء كسرة وخدنا خاء ضمة الخاء الفتحة دي يا ولاد خاء فتحة خاء عايزين نمدها شوية أريد أن نطولها شوية هنقول إيه هاه؟ أحد يقول لي كده؟ الخاء بعدlaudayan مده بالالف لا 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 الخاء بعد Hind بالالف خاء طيب الخاء بعد Hind بالياق نقول ايه خي تمام كده والخاء ضامة دي عايزيني مداها شوية نبدأها بالياق نمداها بالياق ولا بالالف بالواو برافو عليك يا عم عزب الواو بتحب الايه بتحب الضامة برافو عليك يا حبيب والديك اهو تمام كده يبقى خاء فتحة خاء بعدها همد بالألف خاء خاء كسرة خي بعدها همد بالياء خي خاء ضمة خو بعدها همد بالواو خو يبقى لابد يا حبيب يا حلوين نكتب للطفل كده الحركات القصيرة والحركات الطويلة عشان يفرق بينهم تمام كده؟ طب عاوزين مسألي يا أستاذة على الحركة الطويلة لها الخاء أيوة برافو عليك طب نشوف خالد أفضل من خاسر يا حمادة يعني دايما محمد عزة كده بيجيب الحاجات السلبية بقولي خاسر خاسر تبقوا لها يعني خائب نص نص حبيبي أهو بص كده أهو بعدها همد بالألف خاء حتى سيدنا خالد بن الولي يا أخي ماشي؟ خاء لي دو الخاء بعدها همد بالألف خاء لم كسرة لي يبقى خاء لي دا الضمة دو في ناس بحطوه بين الألف واللام ركزوا الله ديكو ركزوا جامد أول في فرق بين اللام وفي فرق بين الألف دي يا أستاذ مد بالألف ليه؟ حد يقول لي أولاً الألف معلاش همزة ومعلاش شكل المد ما بتشكلش وإيه ثانية يا أستاذ؟ والحرف اللي قدامها إيه؟ عليه فتحة يبقى الفتحة بتحب يمد بالألف ومد بالألف بيحب الفتحة تمام كده؟ تمام طب الخاء كسرة خي بعدها مد بالياء خي عايزين مثال عليها كده يا عم عزب؟ يلا إيه؟ بصوا حبايبا حلوين بصوا كده بقى فتحة؟ بقى شوف بقى الخاء آه الله ينور عليك يا حماد أيوة كده حماد صح يا أولاد بخي شوف مد بالياء هو آه دي المد بالياء حمايبي تمام كده؟ آه دي بخي لو بخي لو بقى فتحة بقى خاء بعدها مد بالياء خي لم ضمه لو يبقى المد بالياء بيحب الكسرة والكسرة بتحب مد بالياء بقى فتحة بقى أوعة تقرأ للطفل بخيل وخلص هيحفظها إياك تقرأ للطفل كده خالد وبخيل لا 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 تقول له بقى فتحة حبيبي بقى الخاء كسرة خي طب الخاء مدناها شوية وخلناها طويلة شوية بعدها مد بالياء نقول إيه خي يبقى با خي لم ضمه لو يبقى با خي لو تقرأها له بهذه الطريقة تمام كده؟ طيب خاء ضمه خو حركة قصيرة عايز نطولها يا أولاد نمدها شوية نعمل إيه نمدها بالواو خو عايزين مثال يا حبيبي يا حيوني مقططين على المد بالواو هلأ حد يقولي كده؟ هم؟ بوص حبيبي آه آدي الباق ضمه تمام كده؟ ود الخاء ضمه برضه حنمدها بالواو بخو رأضم رو الحاجة دلوقتي قبل ما أقولوكو بخورو ديت آه مه محمد 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 عزة الحاجة الخوف قال إيه؟ بص حبيبي يا حيوني كده عشان هو أخطأ لابد إيه؟ الخوف الواو هنا يا حبيبي الواو هنا يا حبيبي يا حيوني مقططين عليها سكون يبقى ما تنفعش مد تمام كده؟ يا الله حبيبي أيوة كده أنا عايزك حلو والله مش زعلان منك يا حمادة أنا عايزك تبقى مركز معايا وقول واغلط ما فيش مشكلة بس ماك منتبه معايا ده شيء جميل يالله حد يرى لي الكلمة دي كده على طول وليه أمر يقول إيه؟ بخورو يا أستاذ وروح يعلمها لابنه لا 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 لابد تستهجلو كل حرف حرف بحركاته بأ ضمه بو الخاء ضمه خو مدنا الخاء شوية بقيت خو بخو رأ ضمه رو بخو رو تمام كده؟ يبقى تعلمنا كده الحركة الطويلة خاء فتحة قرقة قصيرة خاء فتحة خاء بعدها مد بالألف خاء خاء كسره خي خاء كسره خي بعدها مد بالياء خي خاء ضمه خو بعدها مد بالو خو مد بالو ألف زي إيه؟ خاء لدو مد بالياء زي إيه؟ با خي لو مد بالو ألف زي إيه؟ بخو رو كده تعلمنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة حبيبا حلوني مقطعطين يبقى باء السكون علشان نلحق نخلص الحلقة قبل ما إيه؟ قبل ما دايما محمد عزة دايما ماشي يقول لي مش عارف كام نخلص السكون الأول ماشي هنخلصه سريعا سريعا وننهي الحلقة ماشي الأول نخلص الحرف يا محمد عزة تمام كده؟ ومش هيه؟ مش هطول في الشرح فيه يبقى السيد المشاهدين يرجعوا الفيديو أكتر من مرة ويأيه؟ ويرجعوا ليه يلا احنا قلنا يا محمد عزة الحرف الساكن أنفع أنطق الواحده؟ مش ممكن ده أكيد ماشي؟ أكيد نحطه قدامه حرف تمام كده بربو عليك يا محمد عزة الخاء الساكنة وتحدى أي حد ينطقها الواحدة واحد يغلط أو وليه أمر يغلط أو طفل يغلط يقول إيه؟ خاء لا 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 أوعة تغلط الغلطة دي لا الخاء الساكنة ما ينفعش تتنطق الواحدة ولي بده وانا بقف على السكون بقف على الحرف كده أسمع صوت حرف الخاء خاء أخ أخ إخ أخ أهيه تعالوا نقربها كده لابد يسبع الحرف حرف يا أولاد بصوا كده أسبع الحرف أهو لو أ أخ تبلو إيه إخ تبلو أو أخ يبقى الحرف الساكن حرف ضعيف الحرف الساكن حرف إيه؟ حرف ضعيف الراجل اللي عجوز كده وهم عدي الشارع بهم في عدي لوحده لابد يستخدم يا إما عصاية يا إما حد يسند على حد ويعديه نفس الموضوع حبيبي يحلون يوم أطاطين حرف الخاء الساكن أو أي حرف ساكن حرف ضعيف حرف الساكن حرف ضعيف لابد أسبعه بحرف عشان عرف أنطأ تمام كده؟ حطنا الألف همزة فتحة أخ ألف همزة كسرة إخ ألف همزة ضمة أخ تبلو با يلا حد ينطى با حد يسمعني كده حد يسمعني الله ينور عليك يا حبيب والديك تبلو بي يلا الله ينور بخي مين بقى؟ بتفزع مين يا محمد؟ بخ 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 في واحد ضريف كده هايقول لي زي محمد يا أستاذ انت زهاتين أخ 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 بخ 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 إيه دا اللي تقول يوم تقولها لنا والحركات دي أقول له الحركات دي هي اللي تعلمنا نعرف ننطأ الكلمة حركة قصيرة حركة طويلة السكون هي اللي حتعلمني ننطأ الكلم لو بو يبقى بخ تمام الله ينور عليك يا حبيب والديك طيب تعالوا نشوفوا الحرف ده لذيذ لو كاف ها يلا عزة قول آيوة كوك بقى يلا برافض عليك يا عزة الله انت نبدع النهار ده يا عزة تعالوا نشوفك ايه ادي الحروف يا حبيبي تبلواو يا عزة ها وخ وخ ها تمام كده يبقى الحرف الساكن يا حبيبي يا حلوين حرف ضعيف ما ينفعش أنطأ الحرف الساكن لوحده أخ إخ أخ لابد أسمع صوت حرف الخ ما ينفعش أب وما ينفعش أت وما ينفعش أب ما ينفعش أث ما ينفعش أج هي اسمها أخ وانا بقف على الحرف كده الساكن الخاء الساكنة أسمع صوت حرف الخاء يلا كده حبيبي أخ إخ أخ بخ 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 كخ 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 طب يلا كده مثيلة كده عشان أن أستاذ عزة مستعجل مش عارف ليه وراء ايه مش عارف أنا طب يلا كده نشوف المثال كده على الساكن يا حبيبي يا حلوين يا مقطاطين يلا كده يلا حد ينطى بقى حد ينطى الكلمة دي كده يلا عزة الله ينور عليك الخاء الساكنة بص ألفتها آ خاء ساكنة واحدة هيقول لي إيه آخاء لأ غالط أيوة عجزة سمع صوت الخاء وانت وقف عليها كده بقولك يوقف عليك أنا بتخبزها كده يا الله كده أخ يبقى الخاء الساكنة إيه أخ با بعدها مد بالألف با يبقى أخ با أخ با رأضم رو يبقى أخ با رو تب تعال كلمة كده إيه نعلي في الحروف شوية كده تعالوا نشوفوا كده حرف بعيد شوية عشان إيه نشوفوا الناس صوت فتحة صوت فتحة صوت فتحة صوت فتحة صوت طيب الخاء الساكنة يا أستاذ آه حد ينطى لي بقى دي طبعا فيه طلبة كتيرا فيه فعلا أولاد كتير حتتلقبط حيقول لي إيه آه أخرو واللي يقول لي آه صخأرو حيقول كده لا قول صوت فتحة صوت فتحة صوت عايزة نقف على الخاء بقى صخ آه طب يا أستاذ لو ما عرفتش أقولها أعمل إيه علشانا مش عارف تاخد الحركات من أول الألف يلا قول كده أخ إخ أخ بخ 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 كخ كخ يلا تخ تخ صخ صخ أيوة صخ لو ما انتش عارف يا حبيبي يخد الحركات من الأول خالص وهديج معك والله أخ بارو تبديت صا 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 فتحة صا خاء ساكنة صخ رأضم رو تمام كده طيب آخر بقى مثال عشان نختم بقى عشان الأستاذ محمد عزت ماشي يلا هتلي المثال كده تاني يا محمد عزت يلا هم تعالوا نشوفه كده ماشي آه بلاشي الألف عشان خدناه الألف خدناه يا محمد عزت ماشي آه بص هذه الفا فتحة فا أيوة شطور يا محمد عسول يا ولد برافو عليك أيوة كده آه فا فتحة فا واحدة أقول فخأرو لا 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 ركز فا فتحة فا آه فع الخاء عاوز أسمع صوتها فا فخ طب أنا مش عارف أقولها يا أستاذ عامل إيه خدها من الأول خالص أخ إخ أخ بخ 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 صخ 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 عخ عم كده فخ آه فخ آه فخ رو تمام كده بكده يا حبايب يا حلوين يا مقطاطين هم وكده يا حبايب يا حلوين خلصنا آخر حاجة ناخدها الشبكة عشان نخلص اللي احنا أخدناه كله في اليوم نجمعه في الشبكة يلا كده آهو يلا كده يا حبايب يا حلوين طلع لحركات القصيرة زي الخاء لحركات خاء فتحة خاء خاء كسرة خي خاء ضمة خاء بعدها مد بالألف خاء والخاء بعدها مد بالياء خي والخاء بعدها مد بالواو خو والخاء الساكنة أخ وإخ تمام كده كده يبقى انتهينا من إيه من الحرف الخاء وخدنا كلمات على كل حركات تمام كده يا حبايب يا حلوين يبقى كده ايه آه خلاص وصلنا كده لنهاية الحلقة ونستازم مخرجنا الكريم نيجي هنا ناشي مش هنريزين نستازم هناك خالص فيه وقت نعرض الخمسين ثانية بتوع الفيديو تمام كده فيه فيه وقت يا سيد محمد عزت تمام فيه مشاهدين الكرام احنا كده خدنا الحاجة وماشي ناخد الواجب السريع نهوت ماشي ادي شكل معايا مش محمد خلاص ما فيش مشكلة احنا كده خلاص قلنا من أول الحلقة حركات شكل الحرف وصوت الحرف تمام فيه تمام تمام فيه دوقتي هنعرض فيديو هنختم به الحلقة للطفلة جودي معوض كامل ثلاث سنين هم خمسين سانية بس هنعرضهم على طول ماشي وان شاء الله يعني مبسوط كده ان كنت معاك وكنت نفسيا دايما يعني دايما دايما وقت لبسغير وانا اتكلم ان شاء الله الستد عبد الحميد وانا اتكلم الستد محمد رمضان وانا اتكلم مسؤولين عشان يطولون يعني المادة التعليمية شوية واشكركم واشكر زملائي اهم حاجة طبعا خلف الكاميرات اهم واحد في القناة كلها والله يعني عم عزب يعني بيكتهد معانا ومحمود عبدالي طبعا يعني ما بيعملش حاجة تمام كده وانا حمد عزة العد هو اكتر واحد طبعا تمام مشاهديها الكرام اشكركم لحسن متابعتكم وإلى أنا ألتقي بكم الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى اترككم في رعاة الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكتر 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 ا إيكا عبدو إيكا أستحين إتنى السراطة والطفين سراطة الأسير والعامة عليهم قيل مطوم عليهم والطرمين آمين يلوب إحفظ مصر شابه